موسيماني قاعد مع لجنة الكورة في النادي الاهلي وتكلم معهم عن عرض جنوب افريقيا الاعلام اكتهت في الفترة اللي فاتت عشان يقول انه موسيماني جاله عرض من الاتحاد الجنوب الافريقي علشان يتولى مسئولية منتخب جنوب افريقيا اه طبعا هو جاله عرض اتفاوضوا معاه من اول ابريل وتكلموا معاه على انه انت كنا متكلمين معاك من فترة وانت كنت ساعتها مع سان داونز وقلنا لك انه انت على الرادار او انت على الخريطة المديري فني اللي جاي لكن دلوقتي تجربة الاهلي اخبارك ايه معاها قال لهم انا مش عايزة امشي دلوقتي انا لسه مكمل وانا عندي طموحات وحاجاته بتاع وهم ساعتها قرروا انه هم يتفاوضوا مع اطراف تانية وبيقار بانه الاقرب دلوقتي هو كارلوس كيروش البرتغالي مساعد اليكس فيرسون واحد من المديرين الفنيين الكبار جدا في البرتغال هو اللي هيكون قريب جدا من تولي تدريب منتخب جنوب افريقيا لكن الموسماني كان على رادارهم اه طبعا واتكلموا معاه واكتر من حد تتكلم معاه رئيس تحاد الكورة هناك واكتر المسؤول كبير واقنعوا بانه الطبيعي انه بعد الاندية تدرب منتخب جنوب افريقيا واحنا داخلين على كاس العالم وداخلين على بطرات كبيرة وانت معانا وهنعمل وهنسوي فالراجل قال له انا عندي تجربة هنا مهمة ومش عايز يعني اقطعها في ربعها انا مكملتش حتى نصها فولا طبعا لجنة الكورة بقية كابتن محمود الخطيب رفضوا رفض قاطع رحيل موسماني في فترة حالية ويعني قصة افرت عشان بس الاجتهادات الكبيرة اللي الناس كلها بتكلم فيها قصة افرت موسماني لن يرحل عن تدريب النادي الاهلي وهم هناك خلاص ريسيو بانه الراجل مش عايز فبالتالي هيكون كارلوس كيروش البرتغالي هو المدير فني القادم لمنتخب جنوب افريقيا